بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله الشابتر الخامس بعنوان Orthographic Projection اللي هو متعلق بالمسقط النقص في هذا الشابتر سوف نعرض ثلاثة تمارين تطبيقية Application 1, Application 2, Application 3 وفي الجزء الأول Part 1 من هذا الشابتر اللي هو بعنوان Application 1 متعلق بالميسينج هناخد المثال التالي وهو عبارة على بتاعنا اللي هو معطى والسؤال هو ازاي هنجيب وازاي هنرسم يعني هننظر من هنا عشان نجيب ايه اول حاجة لازم نعملها اول خطوة هو توسيط المساقط داخل الورقة بتاعنا عشان نوسط المساقط داخل الورقة بتاعنا محتاج نعرف الأبعاد بتاع المساقط هنا بالنسبة للإليفاشن عندنا العرض بتاعه اثناشر اثناشر دي بتمثل المسافة دي زايد ايه زايد تسعة وثلاثين هذه المسافة بتاعي 39 زايد 33 اللي هي المسافة يعني عرض الاليفيشن كله هو 84 الارتفاع بتاعه هنا هو معطى اللي هو 34 وارتفاع البلان هو 48 يعني لو قردنا رسم الرايت سايد فيو هيكونها عندنا هنا العرض بتاعه 48 اللي هو ايه اللي هو ارتفاع البلان والارتفاع بتاعه هيكون نفس ارتفاع الاليفيشن اللي هو 34 باقي الان لازم نحسب الفراغات بين المساقط يعني لازم نحسب الفراغ ده كم الفراغ ده والفراغ من فوق وبين الاليفيشن والبلان عشان نحسب الفراغات دي ونتحصل على مساقط في وسط الورقة هنحسب هنحسب الاول او هنجمع العرض بتاع الاليفيشن اللي هو 84 84 زايد ايه زايد العرض بتاع الرايت سايد فيو اللي هو 48 نتحصل على 132 قلنا نصف الورقة ده هو 200 ملي متر يعني هنشيل 132 نشيلها من 200 نتحصل على 68 68 دي بتمثل ايه بتمثل الفراغات بين الرايت سايد بيو والاليفيشن هنا كم عندنا من فراغ عندنا ثلاثة فراغات ده واحد الفراغ الاول الثاني والثالث لهذا السبب هنقسم الالثمانية وستين دي هنقسمها على ثلاثة هنتحصل على ثلاثة وعشرين يعني هنروح هنا من الخط الازرة ده هنروح مسافة ثلاثة وعشرين ونرسم خط ايه عمودي بعدها هنروح مسافة 48 ونرسم ايه الخط العمودي الثاني بعدها الفراغ ده هيكون كم هيكون ثلاثة وعشرين هنرسم خط عمودي كمان بعدها عندنا مسافة 84 نروح مسافة 84 ونرسم الخط العمودي بتاعنا كده حددنا الفراغات الافقية باجي ايه باجي الفراغات العمودية يعني الفراغ ده الفراغ بين الاليفيشن والبلان عشان نحسب الفراغات دي محتاجين نجمع 48 اللي هي ارتفاع البلان زايد ايه زايد ال34 اللي هي ارتفاع الاليفيشن ده بنتحصل على 82 نعرف انه ارتفاع الورقة بتاعنا هو 247 نشيل 82 نشيلها من 247 نتحصل على كم نتحصل على 165 165 دي بتمثل ايه بتمثل الفراغات ايه العمودية يعني الفراغ ده زايد الفراغ ده وزايد الفراغ اللي تحت لهذا السبب هنعمل نفس الحاجة هنقسمه على ثلاثة هنقسم 165 على ثلاثة هتعطينا 55 يعني هننزل من فوق 55 ونرسم الخط ده الافقي بعدها هننزل مسافة 34 ونرسم الخط الثاني اللي هو خط افقي بعدها ننزل مسافة 55 هذه مسافة 55 ونرسم الخط بتاعنا الافقي ده وبعدها ننزل 48 ونرسم الخط الافقي وده اخر خط افقي محتاجين نرسمه وكده تحصلنا على اماكن المساقط بتاعنا وضمننا ان المساقط موجودة فين موجودة في وسط الورجة بتاعنا ده الاليفيشن ده البلان بتاعنا وده الرايت سايد ايفيو خلينا الان نبدأ في استنتاج الرايت سايد ايفيو بعدما حددنا المكان بتاعه محتاجين الان نرسمه هنا لو نظرنا في الاتجاه ده عشان نرسم الرايت سايد ايفيو يعني بالنسبة للبلان هننظر في الاتجاه هذا حيكون عندنا من تحت من النقطة دي اللي هي بتناسب الخط ده والخط هذا والخط هذا لو نظرنا في الاتجاه هذا حيكون عندنا نفس الخط على المستوى ده حيكون خط ايفي افقي وده اول خط ممكن نرسمه ده اول خط ممكن نرسمه بتاعنا ليهو الخط الافقي دائما بننظر في نفس الاتجاه عشان نرسم الرايت سايد بيو ولو نظرنا للخط ده العمودي ده مع الخط المائل وحاولنا نرسمه في الرايت سايد بيو حيكون نفس الخط خط واحد عمودي على مستوى النقطة دي على مستوى النقطة دي يعني هنا يعني من هنا الهنا هنرسم خط ايه عمودي وهو خط ايه خط ظاهر ده الخط الظاهر بتاعنا نفس الخط ايمين ونفس الخط ايه شمال بعدها هنجيب او هننظر دائما في نفس الاتجاه نعيدها مرة ثاني السهم ده دائما بننظر في الاتجاه ده وحنجيب النقطة دي اللي هي بتمثل ايه فوق بتمثل الداش لاين ده جبنا النقطة دي على الزاوية 45 ورفعناه فوق الى وصلنا للحد ده ليه الحد ده لانه يعطينا ارتفاع الداش لاين ده محتاجين هنا نجيب الخط ده الافقي عشان نحدد مكان الخط هذا في الخط هذا في هو خط مخفي ولكن لو نظرنا وحاولنا نرسم الريت سيد بيو حيكون ايه خط ظاهر يعني هنا هنرسم ايه ده الخط بتاعنا عندنا تناظر في الرسمة يعني الخط الموجود هنا هو نفس الخط الموجود هنا يعني هنرسم الخط المماثل بتاعه هنا بالنسبة للمحور العمودي وبعدها هنجفل الخطين ده جفلنا الخطين وبعض ليه لانه الخط هذا بيمثل ايه بيمثل الخط هنا الخط ده لو نظرنا من هنا هيكون ايه خط ظاهر ما وخط مخ بعدها هنجيب النقطة دي هذه النقطة اللي هنجيبها من والنقطة دي المفروض هتمثل ايه هتمثل الخط اللي هنا الخط اللي هنا لو نظرنا من هنا هيكون ايه خط ظاهر ده solid line هنرسم نفس الخط هنا وهيكون ايه خط ظاهر بعدها هنجيب ايه هنجيب النقطة اللي يتحدد ايه الدائرة بتاعنا ده هنجيبه للزاوية 45 ونرفعه فوق الدائرة بتاعنا او الاستوانة لو نظرنا من هنا هتكون مخفية يعني هنرسمها هنا على مستوى الخط هذا الازرق هيكون ايه خط dash dash line ودي الاستوانة بتاعنا نفس الخط هذا الداش هنرسمه من ناحية التانية عشان نتحصل على ايه على الاستوانة بتاعنا اللي هي استوانة مخ مخفية في المثال بتاعنا ده بعدها هنجيب ايه هنجيب النقطة هادي هنجيبها للزاوية 45 ونرفعها فوق هذا الخط ده ومن ناحية التانية هنجيب النقطة هادي وحنجيبها كده خط افقي عشان نتقاطع هنا الخط اللي هنا النقطة دي بتمثل الخط هذا العمودي اللي هو موجود على هذا المستوى لو نظرنا من هنا الخط ده مخفي يعني هنرسمه هنا خط dash dash line نفس الخط هنرسمه من الناحية التانية dash line ده هنرسمه من الناحية التانية ده نفس الخط ولو نظرنا من هنا كمان الخط هذا الافقي اللي هو موجود على هذا المستوى هيكون خط مخفي لهذا السبب هنجيب هنا ونجمع النقطة دي بالنقطة دي ونرسم الخط افقي اللي هو خط dash dash line بعدها هنجيب ايه هنجيب الخط هذا العمودي نعيدها ثاني هنجيب النقطة هذي كده افقيا النقطة دي المفروض بتمثل ايه بتمثل الخط هذا الخط هذا والخط ده الخط ده لو نظرنا من هنا اللي هو موجود على المستوى ده لو نظرنا من هنا هيكون ايه dash line لهذا السبب رسمناه بين الخط هذا العمودي والخط ده العمودي رسمنا ايه خط dash line نفس الخط ده هنرسمه من النحية التانية وكده ايه خلصنا الright side view باجي ايه باجي الايزومترك اللي هو المنظور اللي هنشرحه في الجزء القادم اشتركوا في القناة